طيب جيمي مع مارس الكولر تعودت زي ما كنت لسه بتكلم في البداية يعني انه فيه شكل خططي وتكتيكي تحديدا في النواحي الهجومية وحاجات بتتكرر اكتر من مرة ايه الطريقة اللي هيهاجم بها مارس الكولر بيرامز في هذه المباراة بص يا كريم دايما لما اي مدير فني بيجي يفاجئ اي خصم خاصة في المباريات الكبيرة بشكل خططي او بشكل تكتيكي او بترك عمله في المباراة واللي الناس كلها شافته الزيادات بتاعت حمدي فتحي او الاختراقات بتاعت حمدي فتحي والممرات اللي بيخلقها ده بيبقى شيء عظيم والمدرب بيتم شكره على انه قدم حاجة جديدة لكن لما تفضل بتعمل جزء من شغلك هو التريك ده وبيتكرر مرة واثنين وتلاتة واربعة وخمسة والفرق المنافسة لك طبعا اي حد عنده محلل اداء هيعرف ان انت بتشتغل وبتعمل دي ومع ذلك بتعملها قدام كل الفرق محليا وافريقيا هنا بيقولك ان انت طورت الفكرة بتاعت الممرات اللي شكلها حلو من ان شكلها حلو لانها فكرة ذكية او ممر ذكي زي كده دايما في العالم كله قبل ما نروح لي الحالات في العالم كله بنتكلم على ان الحاجة بتتحول لسمارت دي الممرات الزكية بتاع بارسي كلها ارجع تاني معرفش للحالة من اولها علشان نشرح وقف هنا بس دايما الناس ربطة فكرة الممرات والزيادات بحمدي فاتح حتى انا ليه ليه اصررت ان انا بتدي مش بحمدي واللي الناس شفته هنا انا بترب ديانج بكرة لم يتم تسجيلها علشان اقولك ان الممر ده لعيب مركز تمانية اسمه حمدي فاتحي اسمه أليو ديانج اسمه عمر السلية اسمه احمد قندوسي اسمه اي حد في النادي الاهلي بيعمل الزيادة وبيعمل التكملة ديانج دخل قطع ما بين السنتر باكين كافر والتاني علشان يحطها الكهرباء على بعض يردتين من المربع اه لم يتم تسجيلها نروح للبعادية ونشوف هل الممر ده ممر تقليدي هو فيه لعيب واخد التكلفات دي ولا بيتعمل باكتر بين طريقة وازاي بيتعمل كمه اللي بعده هنا بنتكلم على كرة طولية من وسط الملعب مباشرة تماما في مباراة برامد كرة طولية مباشرة والراجل اتحرك وقطع وعمل لكن هنا قاطع من على يمين الفرود ولا من على شمال الفرود من على يمين الفرود ليه؟ لان الفكرة هنا وقف معيه ثواني وقف ثواني وقف ثواني هنا كهرباء هو قاطع من على يمينه ليه؟ من اللعيب اللي بيدخل وبيقى موجود في قلب الملعب حسب لو الجناح فاتح الملعب او الظهير فاتح الملعب ناحية الشمال ومش مكمل لجوه الملعب بيروح يقطع من ناحية العكسية فالله ان بيرسي توه هو اللي قطع له هنا انسايد علشان يسحب معه الظهير الظهير ما يلحقش يدخل يعمل التغطية العكسية. روح للحالة اللي بعديه. روح للحال اللي بعديه على طول. نفس الفكرة نفس الفكرة في مباراة الرجاء. هنا حسين الشحات الرجل الجناح فتح الخط تماما وهيدخل. مين بقى اللي داخل قطع له وساحب معه اللعيبة انسايد. كمل. كمل. اتنين تلاتة بيرسي تاو هو اللي موجود في المكان البلايميكر وسايب مكان الجناح تماما. هنا قطع من اين؟ من على شمال الفرود. فهو مرة بيقطع من على الشمال ومرة بيقطع من عليمين حسب تحرقات الجناحين. فهي لا فكرة اعتباطية ولا هي مجهود فردي من حمد فتحي ولا ان هو حفظ ان بيتخلق هنا ممر فبروح فيه. هي تحرقات اشبه للتكامل ما بين الثلاثي الامامي وبيكمل معهم حمد فتحي من خلال سحب الاجنحة لداخل المرعب. كولر قدروا ان يحول فكرة الممرات اللي موجودة عندي الفرقة الكبيرة كلها. ازاي يتم خلق المساحة. وازاي يتم مهجمة المساحة دي من خلال خلق القنوات دي لقنوات ذكية جدا بتحرقات الفرقة كلها بعد ما كان بيعتمد على لعيب واحد. رسمي له هو حمدي فتحي اللي بيدخل دايما جنب الفرود. ايا كان اللعيب يلعب مركز تمانية. سواء حمدي او ايا كان من اللي يلعب جنبه او مكانه هو اللعيب اللي بيعمل الزيادة لان الفرقة كلها بتشتغل بنفس الشكلة دا.